شهد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظة القاهرة خالد عبد العال شهد الاحتفالية التي أقامتها محافظة القاهرة بيوم اليتيم بحديقة الأزهر والتي شارك فيها حوالي 150 طفلا من دور الأيتام بالقاهرة وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الدولة بالأيتام وجميع أبنائيات عاما باعتبارهم أملي ومستقبل مصر والتقديم كل الدعم والمساندة للأيتام باعتبارهم جزء من المجتمع وتتطلب منا جميعا الرعاية والاهتمام بالجانب المجتمعي والإنسانية وقال وزير التنمية المحلية إن هذا اليوم يعد فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع حيث إن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم ولابد أن يعلم جميع أبنائنا من الأيتام أن سعادتهم من أولوياتنا جميعا وأن أحلامهم وسؤليتنا ده يوم جميل لازم كلنا نشارك فيه بأي حاجة لازم نشارك فيه بوجودنا كفية شارك فيه لازم نشارك كلنا للأطفال دول ونحسسهم إن مصر دايما معاهم مع أي حد في كل مكان موجودة معاهم عشان يتعلموا إزاي وهم صغيرين ولأهم وحبهم لمصر وحبهم لبلدهم إن شاء الله كل سنة لهم طيبين ونحن مش عايز تطور عليكم عشان مأخر كورش وعشان أولاد يفرحوا بعيدهم وكل سنة لهم طيبين مرة تانية طرحكم مبسوط اللي إحنا من الجماعين وإسمه إذا اللي إحنا من الجماعين وإخواتنا برده من الجماعين واللي إحنا في إسمه إذا منلعب الملايين أنا مبسوط النهار دا اللي إحنا مرجحنا على الملايين مبسوط اللي إحنا جاني هنا قوي لما جيت حبيت المكان دوت وحبيت الألعاب وحبيت اللي أنا أعود مع صحابي أخواتي يعني وأعود مع حضراتكم وأنا عجبت من المكان دوت قوي مبسوط عشان الملايين والمية دي وعشان النططة نطط عليها مبسوط عشان أخواتي معايا فرحانا أننا تعرفت عليكم قوي وسيد المزيل بيجيب لنا حاجات قد جدا بيجيب لنا لعاب وكمان بيهتم بنا